السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة يوكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم راح نتحدث عن التمرين الثاني بشابتر 11 وهذا التمرين الفكرة مالتة يريد من عندك أنه تستبدل الاسم اللي موجود بضمير مناسب والشغلة الثانية هذه الأسماء اللي بالخط الماء اللي يريدك تذكرها هل هي منفرد أم جمع الحل موجودة بنهاية الكتاب بس خلي حتى نفهم الحل آن إذا أشرح لكم الكلمة الأولى عندنا هوز هوز هذ هي الكلمة هذ هي بخط الماء اللي هو جار خط جواها يعني يقلك أذكرها طبعا أنا راح نستبدلها بذم ليش لأنها جمع بلورل سواحد يسألني قليستاذ بس هي ما بيها أستجمع يعني ليش اعتبرناها أستاذ نديش شنو السبب اللي يخلانا نعتبرها جمع هذه كلمة شاذة يعني تعتبر جمع دائما الكلمة الثانية هذه بالرغم من أنها بيها أسوى لكنها تعتبر مفرد فرح نستبدلها بضمير الـ وتكون مفرد الكلمة الثالثة أيضا نفس الحالة هي بالرغم من بيها أسوى لكنها تعتبر مفرد ونستبدلها بـ it ورح نعتبرها مفرد بالنسبة لرقم خمسة بوليس شرطة هي من معناها جمع فرح نستبدلها بذم ورح نقول عليها جمع رقم خمسة فر بايك أيضا رح نعتبرها جمع يعني شنو السبب واحد يسألني أيضا اخوان هذه حفظ تحفظ كلمة بايك كلمة بوليس كلمة هوز هذه كلمات تعتبر جمع نعملها معاملة جمع نستبدلها بذم ونقول عليها بلورال ونقول عليها بلورال نجي إلى رقم ستة بالنسبة لرقم ستة قودس هذه واضحة هي يعني قودس يعني بضائع جمع يعني نقل الوضائع جمع فرح نقول ذم وبلورال عدنا هنا رقم ستة سبعة بالنسبة لرقم سبعة it بسنجلر يعني هي شكر سكر يعني هي مفرد رقم ثمانية رقم ثمانية طبعا رقم ثمانية رح نعتبرها جمع بذم نستبدلها بضمير الذم ونقول عليها جمع السبب هذه يعني بين بها s رقم تسعة mathematics واختب يمك ملاحظة ملاحظة جوهرية ما رح يعني ما رح تلقاها بأي مكان أي كلمة تنتهي بسي اس أو آي سي اس هذه الكلمة تعتبر مفرد فوناتكس ماثماتيكس لينغوستيكس كلها أي يعني كلمة تنتهي بآي سي اس بولاتيكس نعتبرها مفرد نعتبرها مفرد ومثل ما تشوف رقم تسعة قيل لك it وسنجلر يعني معناها مفرد بالنسبة لآخر كلمة فهذه الكلمة تعتبر مفرد راح نقول عليها than it ونستبدلها بit ونقول عليها singular يعني مفرد اشتركوا في القناة